أهلا بكم في أولى نشرتنا الاقتصادية توقع محللون متخصصون بالاستثمار مالي أن تظل سوق الأسهم السعودية تحت ضغوط تذبذ بأسعار النفط حتى نهاية عام 2016 واعتبر المحللون أن سوق تتجاهل الأداء الإيجابي لشركات المدرجة التي سجلت نحو 50 مليار ريال من الأربح بالنصف الأول من العام كما أوضحوا أن المؤشر الذي هابط منذ بداية العام بنسبة 12% سيبقى في مستويات 6 ألاف نقطة وذلك حسب الأوضاح السياسية في المنطقة مضيفين أن النفط سيظل المؤثر الأبرز على حركة التداول في سوق الأسهم حتى نهاية العام الجاري